وفي تعز أيضاً ومع غياب الجهود الحكومية أخذت المبادرات الشبابية والمجتمعية في المدينة على عتيقها مهمة التخفيف من أثار العدوان المستمر من قبل ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية مراسلتنا أنيسة العلواني والتفاصيل مع تفاقم الحصار المفروض على مدينة تعز وشن الميليشيا حربها على المدينة ازدادت معاناة المواطنين يوماً تلو الآخر وهو الأمر الذي أدى إلى خلق مبادرات شبابية للتخفيف من وطأة المعاناة التي استنزفت الصغار والكبار حملة الوفاء لتعز التي دشنت مشروع توزيع المياه استهدفت أربع مديريات بثلاثة وعشرين حملة نسمع أي مكان في بومار إحنا وتعب النقليات بالدباب كم من أسر تعاني والله رضي مبادرة أخرى حاضرة بشبابها وفتياتها المتطوعين بجهودهم الذاتية في توزيع الملصقات التوعوية ورفع مخلفات القمامة المتكدسة في شوارع المدينة منذ أشهر خروقنا اليوم هو كتدشين لعمل المبادرة بعمل حملة نظافة لشارع التحرير الأسفل كتدشين للمبادرة على أن يتم بعد ذلك تطوير الحملة لتنظيف بقية الحواري في محافظة التعين في نفس المسار مبادرة ثالثة تتفقد المحتاجين من الأسر المتضررة وتسعى لتلمس احتياجاتهم وتوزيع المواد الغذائية عليهم من قبل الخيرين في أحياء متفرقة من المدينة تعمل المبادرات الشبابية كرافد اجتماعي هام في مقاومة من نوع آخر في ظل مساعي الماليشيا وقوات المخلوع صالح إذا قت أبناء هذه المحافظة المتآمر عليها ألوان العذاب أنيسة العلواني قناة بلقيس تعز